ترجمة نانسي قنقر 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 أغير سكر وعندما حل يوم 16 أكتوبر كانت المعركة ما زالت مستمرة لقد تعطلت القوة الإسرائيلية التي بدأت منذ 48 ساعة تهاجم الموقع عبرت على محورين من الشر للغرب في الوقت ده كان العقيد مشعد الششتاوي رئيس فرع عمليات الجيش الثالث قائد الجيش الثالث اللي هو اللي هو هو واصل في ذلك الوقت بإنه يدفع جزء من القوات القليلة اللي كانت متأثرة في غرب قناة في ذلك الوقت إلى مدينة وإنت شفت الفيلم ده عامل كده؟ نعم بس هشوفه زي هنصور الفيلم من الأول ابتد المشكلة بس هنبتدي من هنا هنبتدي من هنا أبوكا جيمي كان كاتب كل ما راحل تحضيره للفيلم في النوت ده من الصعب تلاقي رواية واحدة سبتة للحصل في سبعة وستين همت إيل شالوا المصريين أنفسهم وقلوبهم الكلة ألسعتا وخلاص صين راحك للأبد والبلد دي وجشها مش هيقوم لقومة تاني سبعة وستين حرب حقيقة كانت قاسية جدا ولكن الدور اللي قامت بيه رجال مسلحة اللي أعطوا عطاء سخية سبعة وستين خلت في مرارة عند المواطن المصري وفي غل عند المواطن المصري لابد من الثقر الشيخ عسن خلف رحمة الله عليه ورفاقه الموجدين سواء عسكريين أو مدنيين خلوا سيناء كتاب مفتوح أمام القيادة السياسية لتخاذ القرار المناسب للحرب بعد الحرب مباشرة في أواخر سبعة وستين بدأت من أول يوم تم نشر القوات المسلحة على غرب قناة السويس بدأ أبناء سيناء معها بجمع المعلومات في الحال حرب للسداف الساعة 3 الضهر يوم 9 مارس حصل ترشقات نيرانية فجأة من القوات الإسرائيلية وشاءت إرادة ربنا أن تسخط قذيفة وشظاياها تطيارة وسط الشيط الفريريو قامت قواتنا بعدها يدوب بأيام قليلة بتنفيذ عملية فقر مدبر فقامت من المجموعة 39 قتال بقيادة المقدم إبراهيم الرفاعي ونفذت عملية إغارة ودمروا الموقع وقتلوا أكثر من 30 فرد ودمروا عدد كبير جدا من دباباته ورجعوا باثنين أسرة وسيد باستويسي حدودة لازم كل الناس تعرفة من سنة 69 لحد 73 كان فيه جند موهوب عنده بصيرة فنان ورسام وكمان شعر قرر أنه يسجل المرحلة المهمة دي من تاريخ مصر في يوميات الجند ده اسمه سيد باستويسي تكتر عن حاربة سيد أكيد يا عرب ما لهاش حل غير كده دينا عن عيش ونشوف أعتقد أن هناك معركة قادمة فقد اجتمعوا بين القادة وطلبوا منا أن نكون على الاستعداد خلال أيام تمنى أن تكون تلك معركة الحزن فليس هناك أي تراجع عن استرداد الأرض سوف نعم ولابد أن نعم فلا قيمة اللي بحياة بدون نصر ونزل لك عن حارب عربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر وجه السادس من أكتوبر 73 اليوم اللي كل المصريين استنوا بفارغ الصبر عشان يستردوا الأرض ويكسروا شوكة العدو ويعرفوه أن البلد دي لها صحاب قادرين يحمى أرضهم وبلدهم والمفارقة أنه تنبأ بنفس الطريقة اللي استشهد بيها ومذكراته ورسم حفرة وكتب عليها حفرتي الميدانية عمري ومجبرتي عندما حل يوم 16 أكتوبر كانت المعارضة مجالة مستمرة دائرة حول المزرعة الصينية أنا كويس يا سيد صدع مئات من الأمطار صوب الهدف صدم المظليون بمواقع مصرية محصنة نرسل حرب تقلص بقى يا سيد ونرجع لبيوت دي واحد حسس بغربة غربة؟ بعد اللي شفنا ما باتش بحس بغربة ونعرفت الحفرة دي بيتحس إن جزء من التراب والأرض ده بحس إن الفيلم اللي ما يضمني استربطوا نجاز لللؤة سيد سيد شهداء دول حفروا بدمهم على الأرض أثر ويبقى الأثر فاهمت بقى بابا دي يختار الاسم ده اسم حرب مبروك احنا كده خلصنا يأس لسه فالفاصل الأخير يعني يعني زي ما عدت تصوير الفيلم وعملت زي فيلم أبويا بالزبط وسجلت تاريخ بلدنا بأبطالها وشوعدها في جيله أبوها غلطة لنعمدش نفس الحاجة لأبطال جنة اللي حاجبوا للرهاب وبموتهم وتضحيتهم خلونا نحن نعيش بس المرة دي ما فيش أي نوتة أخويا البطل الشهيد العقيد محمد عرون كان جريء جدا وصل صيته هناك معاهم من درجة أن هم كانوا بيتناقلوا في أجهزتهم بينهم وبعض أشرد أشرد دولية أبو هارون مشرقة أو مغربة بطل أمينة أسد أنت ورجالة في الشيخ زويت أمير السيادتك يا فن هنزلك أجازة تضف على الجاي لقرمني أبويا مش بس القائد الأعلى لقوات المسلحة وأكتر حاجة أسرت فينا كلنا وصيته اللي كتبها عند موتي أرجو أن تعجلوا بدفني عسى ربي أن يرحمني وإن كان أخي أحمد إبراهيم هارون قريبا مني فليصلي هو صلاة الجنازة لأنه سوف يكون أكثر الناس ألما وحزنا وفي هذه اللحظة أنا في أمس الحاجة للدعاء عسى ربي أن يرحمني رحم الله شفيركي الشهيد محمد الروم الإنجاز اللي تم فيما يخص طحر الإرهاب كان إنجاز كبير قوي وكمان كان تمنه كبير قوي اتدفع عشان نصل إلى هذه المرحلة هذه الشهادة وهذه التضحية هو بناء مصر القوية الجديدة على كده خلصنا؟ خلصنا خلص تعرف أن أحسس أن هذا أهم حاجة على متعب حياتي؟ أنا كبير جميعي عندي نفس الحساس ويبقى الأثر ويبقى الأثر إن الأمة التي تنسى من دافعها ستصبح نفسها يوماً طي النسيان ترجمة نانسي قنقر